اشتركوا في القناة كاهل سنة وجماعة نؤمن بكرامات الاولياء ولا ننكر هذه الكرامات وهذه عندنا عقيدة ومن اصول منهجنا انه بنؤمن بالكرامة لانه كرامات الاولياء ثابت بالقرآن وبالسنة وباجماء العلماء ما فيها مشكلة وما انكرها الا طوائف من اهل البدع ولا حجة باقوالهم ربنا لما يتكلم عن مريم قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب دي كرامة ومريم عليه السلام هي ما نبي من الانبياء انما هي وليا من اولياء الله الصالحين فدي كرامة ربنا اجراء على يدها كان زكريا عليه السلام كل ما يدخل عليها كل ما يدخل في اي وقت يدخل عليها يجد عندها طعام رزق طعام وما معروف الطعام بيجي من وين لكن ربنا كرامة لها يعني يأتي لها بهذا الطعام طعام ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لها عشان كده قالت هو من عند الله قالت هذا الطعام لما سأل زكريا من اين لك هذا الطعام قالت هو من عند الله لكرامة من الكرامات والكرامات في السنة سابتة كما جاء في صحيح الامام البخاري من رواية يعني في مناغب اسيد بن حضير رضي الله عنه وعباد بن بشر وديل من الصحابة رضي الله عنهم كان عند النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي عباد بن بشر واسيد بن حضير رضي الله عنهما وديل من الأنصار صحابة أجلاء من الأنصار لما انصرفوا من النبي عليه الصلاة والسلام بالليل قال الراوي فكان يخرج من بين أيديهما نورا يضيء لهما ماشين في شاري في أنوار عديل ما رقم أنوار تتشاف بالعن أي واحد فيهم في نور زي الكشافة طالع قدام حين الراوي قال فلما افترقا ما طبعا أي واحد بيفود لي بيته فلما افترقا تفرقت الأنوار معهما ده لما فات كده وده فات كده أي واحد فات بين نوره ودي كرامة من الكرامات ده الأولياء ما فيهم كلام طيب لكن الخلط والإشكال الذي يقع زي ما أقع الآن في المجتمع السوداني بتلبس من من علماء الضلال من علماء التصوف بلخبطوا لك الأمور شوف أول هاجة عشان تعرف تفرق بين الكرامات كرامات الأولية ومعجزات الأنبياء وأحوال السحراء والشياطين لا بد تعرف الفرق بين الأمور ده ارفتها لأنهم كلهم في النهاية التعارف بتاعتهم ما ما بتختلف اختلاف كثير المعجزة يعني هي أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء والرسل تصطيقا لما جاءوا به من الحق ده المعجزة ربنا يجريه على أيدي الأنبياء والرسل تصطيقا لهم أما الكرامة فأمر خارق للعادة كذلك يجريه الله تبارك وتعالى على يد أوليائه وده دون الرسل والأنبياء على يد أوليائه كرامة لهم باتباعهم لرسلهم ولأنبياءهم كرامة لهم لأنهم اتبعوا الرسل واتبعوا الأنبياء ربنا يجري على أيديهم كرامات أما بالنسبة للأحوال الشيطانية وكذلك أمر خارق للعادة أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد السحر والكهن والعرافين إما فتنة لهم أو فتنة للناس عرفتها؟ ذي التعارف يا إما فتنة له ذاته في رقبته ربنا يجري على يده أمور وساهر فتنة له عرفتها؟ أو فتنة للناس هل حيصدقوا زولة؟ ويتبعوا زي ما الليلة فينا أسكتار جدا بيصدقوا السحر والعرافين يقول لك والله يا شيخنا ده بيطير وشيخنا ده بيقطع البحر بدون مركب وبسوي وبسوي ياخذي لو حصلت لو لو حصلت ده بيكون أمري بتاع شياطين ساي ربنا بيجريه على يده النازل فتنة لهم هم وفتنة لك إنت هل حتصدق به ألا ما بتصدق به وهو في النهاية زول ساحر وزول كاهن ما عنده قيمة لكن شوف شان تعرف لو دارين نفرز بيناته دارين نفرز بين الخلط دايما بيحصل وين الأنبياء دي صبعا ما في ذول بيقدر الليلة يقول لك دي معجزة في ذول بيقدر يقول لك دي معجزة لا 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 أنه المعجزة دي إلا للأنبياء والرسل والآن ما في أنبياء ولا في رسل بعد النبي عليه الصلاة والسلام فالمعجزة دي ما بيغلط لك فيها كثير دائما في انت وما نازح فيها إلا البرعي علي من الله ما يستحق شيخ الزريبة في الكتاب بتاع رياض الجنة ونور الدجنة جعل المعجزة حتى لغير الأنبياء والرسل بيمدع في شيخ أحمد الطيب والدالبشير قال ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تغلب فالبرعي المعجزة ذاته شال من الأنبياء والدالي ناس أحمد الطيب والدالبشير وهذا افتراء وهذا كلام كبر وافتراء على الله عز وجل ما في معجزة تاني بتحصل لأن الأنبياء ما في ما في تاني النبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكن الخلط والمشكلة تحصل وين في كرامات الأولياء وأحوال السحر والشياطين طيب انت عشان تفرج ماذا بيجيب يعمل لك أمر خارق للعاذة الولي ربنا بيجري على يده أمر خارق للعاذة مش كدا والساحر برضو برضو عنده أمر خارق للعاذة انت ما بيشوفون السحرة ديل مش بيسوي لك حاجات انت بتحتار فيها يجيبوا لك ساحر ماشي لو في سيليك زي بتاع الكهربا دا ماشي في وره كده بي سريع يجيبوا لك واحد بيطعن نفسه بس سكين يدخلوا بيجاي يمرقوا بيجاي دا مش أمر خارق للعاذة طيب شان تفرج بيناتنا شان أنا أعرف هذا الزول دا ما دا وقعت منه حاجة خارقة ودا وقعت منه حاجة خارقة أنا دا أعرف من فيهم الولي ومن فيهم الشنو الساحر شوف بيه بساطة جدا العلماء قالوا يعرف بالنظر إلى حال الرجل يعرف شنو بالنظر إلى حال الرجل وأنا أضرب لك مثال وأشرح لك الجملة السحرة بتاع موسى عليه السلام انت لو قرأت القرآن صورة طه والأعراف وغيرهما السحرة الجو ناظر موسى عليه السلام لما انجو مشرموا الحبال والعصي بتاعتهم ربنا قال فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى يبقى الناس دا رموا حبال ورموا شنو ورموا عصايا طيب موسى عليه السلام رموا شنو مش برضو رمى عصايا موسى عليه السلام مش برضو رمى عصايا طيب دا رمى عصايا وموسى عليه السلام رمى عصايا والعصايا بتاعت موسى اتقلب الدبيب والعصايات بتاعت الناس زال اتقلب الدبيب ولا ما يهو يبقى كله بيجاه دبيب وبيجاه دبيب مش كده طيب نحذاري نعرف يأتو فيهما المعجزة أو يأتو فيهما شنو يأتو فيهما السحر بالنظر إلى حال الرجل بالنظر شنو لحال الرجل لما نجي ننظر لموسى عليه السلام لما ألقى عصاه موسى عليه السلام نبي من الأنبياء وهو رسول من الرسل وولي من الأولياء لكن لما تجي تنظر للسهرة خلي بالك مع إنه الموضوع واحد كل أمر مبعصايات وحبال وموسى عليه السلام رمعصايات وفي النهاية كلها تقلب الدبيب لكن لما تجي تنظر لحال الناس ديك تلقاه مسحرة مش كده يبقى بالنظر لحال الرجل بالنظر لحال الرجل الآن لما نجيك واحد صوفي يعمل لك شغل كده يمشي لك فوق الموية ولا غيره ويقول لك دي كرامة من الكرامات نقول لها دول دقيقة أول حاجة شأن نعرف كرامة ولا سحر نشوف أول حاجة في حال الزول ده هل هو إنسان مؤمن هل بيصلي في الجامع هل معروف باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام هل معروف باتباعه لكتاب الله عز وجل والذول معروف بنشر الشرك ونشر البذع ونشر الخلافات والدجل والشع وزا بالنظر لحال الرجل يعني أديك مثال البراه داسي بينقل عنه كلام مش كده قالوا دور لها عربية بالليبريك ولا ما بتسمع قال العربية قطع الجاز جاب الليبريك كباه وإن كباه في التنكي قال العربية دورت مشا أهكذا لو قلنا لو صدقنا لو صدقنا بالكلام ده أهذا لنعرف كرامة ولا شغل بتاع شيطان طوالي ننظر لحال البراعي البراعي الآن كتب موجودة في سوق ولا ما موجودة موجودة لما نجي نقرأ الكتب حق تربو رعي نلقاه داعية للشركة وداعية للضلال وداعية للبدع على حسب ما كتب مش الكلام ده قلنا نحن على حسب ما كتبه يبقى من هنا طوالي نسأل لنتيجة إنه الشغل ذا كرامة ولا سحر سحر طوالي ما في الناس ثلاثة شان ما يجيك سوفي يلعب عليك في المسالة دي يلقبت ليك بين الكرامة والشغل بتاع الشعوزة ده ده موضوع واضح في إمتى؟ بعدين شوف أصلا للسحر ديل كان صوفية ولا غيرهم ربنا سبحانه وتعالى لما نذكر حتى العصي والحبال بتاعة السحر الناظر الناظر موسى عليه السلام ربنا قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هل هي بتسعى بجد؟ ما بتسعى بجد الله قال يخيل يخيل وفي الآية الثانية ربنا قال وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله قال سهروا أعين الناس يعني هو بيجيك بيسحر ليك عينك بيسحر ليك عينك بيخدت ليك طوبة في الوطاء أنت بتكون شايفة جدادة الطوبة أنت بتكون شايفة جدادة لكن هي في النهاية شنو؟ طوبة لو قررت ليها عائلة الكرسي بس بتشوفها طوبة طوالي الجدادة بتروح بس أقرأ عائلة الكرسي بتكون شايفة جدادة لكن الثاني بعدها الناس الواقفين الدراويش التابعين لزولدة يكون شايفينها شنو؟ انت بتكون شايفة طوبة دايك بيشوفوها جدادة يقول لك اووو عبونا الشيخ قلب الطوب حجر قلب الطوب دي جات وقلب التمساح حجر اه ما قلب ولاي عاجة بس حجر شاء له خطة تاني لكن انت قد أقول صوفي بتعايل له وبيتخيل لك انه تمساح لكنه ما في تمساح حسن هو حجر في النهاية لو كان نازل لو قرأت الكرسي بس لأنه لا تستطيع او او ايات من سورة البقرة ما كان هذا السحر مشى عليهم دا الحاصل فما يجيك صوفي يلعب عليك ويغوشك بالسحر والدجل والشعوذة ويقول لك دي كرامات الاولياء لا 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 دي ما كرامات الاولياء انما هذه احوال السحر والشياطين دي المسالة بوضوح تفصيل بتاع الكرامة والا شا ما يلعب عليك صوفي الليلة ما عندهم شي شفت اين الموضوع ده كرامة ما كرامة هزول كرامة بتاعت شنو انت دي ما كرامات اول حاجة نشوف زولك ده هل هو من اهل الكرامة ولا ما من اهل الكرامة بعد ذاك بنحدد وانا اكتفي بهذا القدر اقدم اخونا وبقى اخونا وانا ابلج Amanda